فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم حشر معهم هل حشر معهم لأنه كافر وحكمه حكمهم في الآخرة أو حشر معهم من باب الوعيد ويكون بقدر تشبهه من بدعة أو معصية أو وسيلة إلى المعصية لأنه كما سبق أن التشبه اختلف حكمه باختلاف أنواعه كما سبق فهذا الحديث محتمل احتمل أنه يحشر معهم لأنه كافر كما في قوله فهو منهم يحتمل أنه منهم بالكفر وأنه كافر ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء وليس في كل الأشياء وإنما هو منهم في بعض الأشياء